اشتركوا في القناة وحماية المدنيين واطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات لقطاع غزة ومن دون عوائق مجددا سموه موقف مملكة البحرين برفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من أرضه وأكد سموه أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول ويكون السلام العادل والشامل والتمسك به هو الخيار الأوحد للمصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كما تم خلال الاتصال استعراض ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة وتكيد على أهمية مواصلة تعزيزها على كافة الأصعد بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة